الكل يتهاوش على ايش احسن قرار ناخذ بلاي ستيشن فايف ولا اكسبوك سيريس اكس لكن خلوني اقول لكم اسحب على ام الكونسل وابني بي سي يا حبيبي والاسباب اللي تبرر هالقرار كثيرة لكن انا بختار لكم اهم واقوى السبع اسباب وبقنعكم في نهاية الفيديو يلا نبدأ السبب الاول لان البي سي هو امبراطور القوة فاذا كان عندك الميزانية الكافية يبديك تبني بي سي اقوى من جيل الالعاب الجايب كبرى في الواقع كرت ار تي اكس 2080Ti اللي من الجيل الماضي يتجاوز بلاي ستيشن فايف واكسبوك سيريس اكس بسهولة اما كروت سلسلة ار تي اكس 3000 فهي تتجاوزهم بسنين ضوئية يعني لو تبني لك بي سي الان بتضمن ان عندك جهاز يعطيك افضل اداء ممكن لسنين قدام بلا اجيال بلا نسخ برو بلاهم واضمن معدل اطارات عالي ودقة ثابتة من هنا لنهاية الجيل بسهولة السبب الثاني البي سي لك وللزمن تخيل بعد سنة تحتاج مساحة تخزين اكبر او تبي تزود الرام والذاكرة او تبي تغير كرت الجرافيكس بكبرى وتجيب كرت اقوى هذه ميزة بس موجودة في البي سي فاذا احتجت تتقوي جهازك بس غير القطعة المطلوبة مش لازم تشتري جهاز جديد بالكامل وهالشي يضمن لك البي سي يخدمك ويعيش معاك سنوات اطول من اي جهاز كونسل السبب الثالث اسعار الالعاب الافضل لما تبي تشتري لعبة على البي سي بتحصل متاجر بيع كثيرة فيه متجر مايكروسوفت ومتجر ايبك ومتجر ستيم الشهير والحلو انه وجود اكثر من متجر معناته منافسة قوية بالتالي عروض كبيرة على الالعاب واسعار رهيبة للعبين في الواقع بعض الاحيان هذه المتاجر تعطيك لعبة بشكل مجاني بالكامل بس عشان تجذب مستخدمين جدد لمنصتها لذلك لعبي البي سي دائم يحصلون على افضل الاسعار للالعاب السبب الرابع اكثر من مجرد جهاز الالعاب البي سي صحيح هو جهاز الالعاب الاقوى على الاطلاق والاغلى بعد لكن على الاقل قيمته فيه ليش؟ لانك تقدر تستخدم الاشياء كثيرة تقدر تستخدمه للدراسة للعمل للتصميم للترفيه جهاز حرفيا لكل الاستخدامات السبب الخامس المكان الوحيد اللي يجمع سوني ومايكروسوفت مايكروسوفت وسوني في تنافس شديد وكل جهاز منهم عنده حصريات مستخدمين للجهاز المنافس ما يقدرون يوصلون لها زي مايكروسوفت عندها جيرز وسوني عندها هورايزن لكن حقين البي سي عندهم اللعبتين وحاليا طالما سوني تنزل ألعابها على البي سي ومايكروسوفت نفس الشي صار البي سي هو المكان الوحيد اللي تقدر تلعب فيه ألعاب الشركتين السبب السادس تحكم بالطريقة اللي تحب وش اكثر يد تحب تستخدمها؟ يد الاكس بوكس ون ولا البلت سيشن فور؟ ما في اي مشكلة كلهم يشتغلون على البي سي غير خيارات الايادي الثانية المتوفرة من شركات كثيرة وفوقها بعد في خوذ واقع افتراضي أكثر من أي جهاز ثاني البي سي في الواقع لها أكبر تشكيلة اكسسوارات متوفرة لأي جهاز وتقدر تتحكم لو حبيت بالكيبورد والماوس خصوصا مع توفر أنواع احترافية جدا وهذا السبب لش أغلب منافسات الرياضة الإلكترونية تكون المنصة حقتها البي سي لأنه اختيار المحترفين الأول السبب السابع البي سي لك وعلى جوك كل اللي عندهم أجهزة الكونسل ما يحسون بيته ميز بينهم جهازهم شكله واحد وقدر أتى وحده بينما على البي سي تقدر تخلي جهازك على جوك تصميم مميز ووضاءة ومميزات مختلفة وتقدر تغيره فوقها لو ما عجبك وأيضا لو حبيت تقدر تخليه محمول بالكامل أجهزة اللابتوب الآن تتجاوز قوتها أجهزة الكونسل حتى وتقدر تشيله معك وين ما تروح ولا توقف لعب والحين في نهاية الفيديو هل عرفتوا ليش قلنا لكم خذوا بي سي واسحبوا على أم الكونسل صحيح هو الأعلى تكلفة بينهم لكنه يفتح لك خيارات ما كنت تتخيلها أبدا عطونا رايكم في التعليقات وعلمونا إذا أقنعتكم الأسباب وإذا لا إيش هو جهازكم وخياركم اللي بتختارونا